قبل ما نبدأ أعمل لايك وعمل اشتراك في بلج أدنى بي كان فيه شخص اسمه جاك جاك كان مهووس بالألعاب الغريبة والتحديات وسمع عن تحدي شهير اسمه تحدي لعبة مومو وكني يعتقد أنها مجرد إشاعة وتحدي سخيف لكن الفضول تغلب عليها وقرر يجرب اللعبة خاصة بعدما قرأ أنها تضمن اتصار مباشر مع شخصية مومو الشخصية المرعبة لي تحدث عليها الجميع بدأ يبحث جاك عن كيفية لعب هذه اللعبة وأرسل مئات الرسائل إلى أن أرد عليه الشخص في الواتساب وأرسله صورة مومو صورة مومو هي صورة لواجه شخص مشوه بعيون جاحدة وابتسامة مخيفة ابتسم جاك وكان يضحك واعتقد أنها مجرد لعبة فأرسله أنه يريد اللعب بعد تواني فقد جاءت رسالة إذا بدأت اللعبة لا يمكن تراجع أبدا بدأت الأحداث في التصاعد وبدأ مومو في إرسال تحديات إلى جاك لكن تحديات في البداية كانت سخيفة أول تحدي قال لأ أطفأ جميع الأنوار في المنزل وناب في الليل بدون ولا نور جاك نفت التحدي وكان يضحك ويمزح وفي اليوم الموالي التحدي كان أنه يروح المطبخ وياخد سكين ويرقد مع السكين وجاك فعلها كان غير يضحك ويقول شو هادي السخاف وفي إحدى الليالي استيقظ على رسالة جديدة وصله إشعار يقول له انظر خلفك تجمت جاك في المكانه وشعر بقشعره لا تسري في جسده التفت ببطء ليرى أن باب غرفته الذي أغلقه قبل النوم أصبح مفتوح كأنه شخص ما دخل بيته في اليوم التالي قرر جاك باش يحدف اللعبة ويحضر الرقم في الواتساب لكنه تلقم وكالم على الساعة الثالثة صباح قل له لا يمكنك الهرب مني أنت قبلت أنك تلعب ولا يمكن تراجع انقطع الاتصال وجاك رمى الهاتف ولكن بعد أن رمى الهاتف وصلت رسالة إذا أغلقت اللعبة سأزور كل ليلة وأعرف أنك وحدك في البيت جاك كان خايف من التهديدات وكمل يلعب اللعبة بعدها أغلق كل أبواب البيت والنوافد وخل الأنوار شعلة ونعم ولكن بعد أن ناض شعر بشيء بارد على رقبته ثم سمع صوت قلت لك أن اللعبة لم تنتعي صح جاك مرتعب لكن كان مجرد كابوس جاك حلم أن شخص دخل بيته ولمس له رقبته بعد مرور الأيام جاك صار خايف كتير حتى أنه لما يخرج من البيت يظل يلتفت وراه ويشوف إذا فيه شخص يتبعه ولا لا عائلة جاك بدت تشك في الأمر وتشوف أن تصرفات ابنها صارت مش تصرفات عادية فبدأت تراسل في أصدقاءه ولكن ولا واحد من أصدقاءه كان يعرف شو سير لي جاك وجاك كان يكمل ينفذ في التحديات يوم ورا يوم وهو خايف أنه يحدث اللعبة حتى وصل اليوم الموعود وينطلب مومو من جاك أنه يروح للغابة وياخد معها حبل خرج جاك من البيت وترك الهاتف تاعه في البيت وراح للغابة وأخذ حبل بعد غياب جاك لمدة ساعة عن البيت عائلته قلقت عليه وتاصرت على هاتفه بس هاتفه كان في البيت ولما دخلوا الهاتفه ودخلوا الواتساب وجدوا رسائل كلها وعرفوا أن جاك في الغابة ولما راحوا الغابة مع الشرطة لقوا جاك والحسن الحط جاك ما نفد المهمة الأخيرة وكان متردد كتير الشرطة أخذت جاك وبدأت تحدث معه عن اللعبة هدي وكيف عطر عليها جاك كان خايف كتير بس خبرهم بس جاك كان لسا خايف فقررت عائلته باش تغادر المكان وينتقلوا المكان آخر باش يعيش فيه وقرر ما يستخدم الهاتف نهائيا هذه القصة أصدقاء إن شاء الله تكون عجبتكم شكرا لكم شكرا لكم